اشتركوا في القناة تسمية متوسطة اغلوزي القديمة سابقا باسم المجال المرحوم وطبعا وجهنا الدعوة للمجتمع المدني والأسرة الطورية وبعض الرياضيين ولكن الهدف من هذا العبرة من هذه الاحتفاء هي ان شاء الله يكون عبرة نموذج للمؤسسات الأخرى التي تحمل جداريات والجدار التي تحمل نبذ عن الشهداء او المجاهدين المتوفين او شخصيات تاريخية او شخصيات الفنية او الرياضية التي عطت الكثير للجزائر ولا نجدها الا في وجهات الابواب ولكن داخل المؤسسة والمرفق العمومي لا نجد نبذة عن اسم الشهد والمرحوم وهذا يعني عب كبير يعني كان مؤسسات لم تسمى بعد وحتى ان سميت لا نجد نبذة حب ذلك يعني تحدو حذو هذه المؤسسة ان شاء الله لتكون نموذجا معمما ليس فقط على مسؤولية بجاه بل عوصة الوطن ان شاء الله وشكرا على حضور وأصالة مني ونيابة عن السادة عضاء الأمانة الوطنية والسيد الأمين العام للمنظمة الوطنية لبناء المجاهدين يشرفني ويسعدني وجودي وتواجد في هذا الاحتفالية والتي تدخل في إطار تسمية متوسطة بمدينة إغيل وعزوك بمدينة بيجاية التاريخية باسم المجاهد والطاح مبارك ومن هذا المنبر الإعلامي المحترم أتوجه بتحية احترام وتقدير وعرفة لكل مجاهدي ولاية بيجاية التاريخية بسم الله تسمية هذه المؤسسة هذه المتوسطة باسم الشهيد وطاح مبارك هي مبادرة لعائلته طبعا نحن نثمن ونبارك مثل هذه المساعي مثل هذه المبادرات التي تخلد التاريخ يحدث هذا في وقت نعيش زخمة الاحتفالات بالأعياد الثورية ونحن نحضر الاحتفال بأحداث 17 أكتوبر وكذلك بأول نوفمبر إذن هذه المبادرة لا يمكن تكون إلا ثمينة وقديرة زيرتيب أول قناة إلكترونية في الجزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر